بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكمان هنتكلم على بعض الأمور المتعلقة بفرص التأهل في البطولة الإفريقية أبرز القرارات اللي صدرت من لجمة الانضباط بالأمس بخصوص مباراة الهلال السوداني والأهلي وكواليس كتيرة وكمان هنشوف اللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات حلقة دا سمع فيها تفاصيل مهمة جدا تابعونا على مدار الحلقة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عاز أعرف رأي حضراتكم في أدايا الأهلي في مباراة الأورتني الكاميروني تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم ومشاركتكم على السؤال طرحناه في بداية الحلقة لكن نروح لي أهم العنوين في ترند الأهلي بدون نراحة الفريق يواصل الاستعداد للمرحلة المقبلة وكمان قهرباء وشريف جاهزان للمشاركة في المباريات وفي الترند المحلي اتحاد الكرة يستعد لإعلان بريرة رئيسا للنجلة الحكام استعرض مباريات اليوم النهاردة عندنا مطشط كتير طبعا كلنا عارفين احنا في بداية الأسبوع فبتبقى جولة من المباريات المحلية وكمان في الدوريات الأوروبية نبدأ مع بعض الدور المصري النهاردة بداية وانطلاقة الجولة لـ 21 حرس الحدود يستضيف سيراميكا كيليوباترا الساعة السادسة من مساء اليوم الدور الإنجليزي ومنذ قليل انتهى الشوت الأول بتقدم إيفرتون على نوتينجهام فورست بنتيجة 2-1 ستة ونص الكلاسيكو والديربي في الدور الإنجليزي البريمير ليج ليفربول على ملعب الأنفلد بيستضيف منشستر يونيتد طيب نروح لمباراة الدور الأسباني أيضا منذ قليل انتهت مباراة بلد الوليد وإسبانيول بتقدم وفوز بلد الوليد 2-1 الساعة 5 وربع إن شاء الله برشلونة يستضيف فالنسيا الساعة 7 ونص رايو فاليكانو يستضيف أتليتك بلباو الساعة العاشرة من مساء اليوم في الصهرة ريال بيتيز بيستضيف ريال مادريد الدور الإيطالي ومنذ قليل أيضا انتهت مباراة سيبيزيا وهيلس فيرونا بالتعادل السلبي 0-0 نروح لمباراة سامبيتوريا وسالرينتانا انتهت أو انتهت الشرط الأول بالتعادل السلبي 0-0 والساعة 7 إنتر ميلا بيستضيف فاليتي والساعة العاشرة إلى ربع ديربي روما بيستضيف اليوفي اليوفينتوس النهاردة مجموعة مباراة مهمة جدا وواضح كده في الصهرة ما فيه تضارب من الموعد ما بين مباراة روما ويوفينتوس وكمان مباراة ريال مادريد وريال بيتيز دي أبرز مباراة اليوم والجولة فيها الدوريات الأوروبية نخرج الأفاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كواليس ومعالمات وأخبار زي ما انتم متعادلين معنا في فقر التريند التريند طيب الأهل بالأمس فاز على القطن الكاميروني بالثلاثية نظيفة يضع الأهل قدما نوعا ما في المنافسة أو المنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي في دور أبطال إفرقية لسا المشوار طويل ولسا في مباراتين نقدر لهم القول الفصل في مجموعة الأهل في دور أبطال إفرقية مبارات الأهل وسانداونز في بريتوريا يوم السبت المقبل ومبارات الهلال وسانداونز في السودان يوم 18 مارس دون المباراتين اللي هيحددوا ملامح المجموعة في ظل أن النتائج الأخرى متوقعة بنسبة كبيرة أن الأهل طبيعي يكسب القطن في الكاميرون لأن الأهل قبل كده على فكرة في 23 مايو 2017 كسب القطن في جروة 2-0 بهدفي لجونيور أجيي ومؤمن زكريا وبالتالي ثلاث نقاط طبيعي أن يكونوا موجودين ولكن مش مضمونين محتاجين نلعب بجدية ورجولة عشان نكسب ونرجع من جروة بثلاث نقاط لكن دي مباراة في الجولة الخمسة ولكن دلوقتي أنت كسبت القطن في المباراة المؤجلة المميز في المباراة بارح مش أنك كسبته خدت 3 نقاط لا أنك كمان زودت رصيد الأهداف وكسبت 3-0 وبالتالي أنت عندك 5 أهداف حصيلة الأهداف في المباراة الثلاثة ولكن مني مرماك بثلاثة أهداف يعني موجب 2 الهداف دي مهمة لأنه ممكن تيجي في مرحلة لاحقة بعد المواجهات المباشرة إذا تساوت الفرق في عدد النقاط طيب الفوز السلاث نقاط والأهداف إيه اللي إحنا محتاجينه الفترة اللي جاية؟ أولا ماتش سانداونز ماينفعش ترجع بنتيجة سلبية لازم ترجع بنتيجة إيجابية بإذن الله إن شاء الله يعني يعني كسبت أهلا وسهلا وألف مرحبة اتعدلت هتستنى النتائج الآخرين خلال الفترة اللي جاية صعب نكسب مفيش حاجة اسمها صعبة مفيش حاجة اسمها مستحيلة تقدر تكسب وتقدر تلعب مباراة كبيرة وتقدر من بريتوريا تقول للقررة الإفريقية كلها أنا جاهز للمنافسة على دورة أبطال إفريقية السنة دي بس يكون فيه عزيمة وتركيز ورجولة في الملعب فيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى تقدر تعمل كل شيء ولكن تشتغل تركز تكتهد تظهر بشكل كويس ويبقى فيه استمرارية عنوان الاستمرارية ده مهم جدا في المباراة اللي جاية في دورة أبطال إفريقية ده شق مهم جدا على الفترة اللي جاية طيب اتعدلت لا قدر الله حتة الخسارة مش في الحسباء لأن الخسارة لا قدر الله هتخطك في حسابات يعني معقدة بنسبة كبيرة ولكن التعادل يديك بصيص من الأمل إيه هو الأمل أن ساندونز يفوز على الهلال في السودان في الجولة الخامسة لو حصل تعادل هتستنى للجولة الأخيرة ده أبسط شيء ممكن نشرحه في التوقيت الحالي ولكن مش هنسبة لأحداث لغاية لما نشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية لكن مكسب مبارح مهم جدا الأهداف اللي أحرزت بالأمس السلسية عن طريق قهربة عن طريق رأفة خليل عن طريق قصدي سوري عن طريق محمد شريف عن طريق رأفة خليل عن طريق أحمد القندوسي كلها أهداف مميزة جدا والميزة اللي فيها شريف جاب هدف مبارح تخطى يعني وليد أزارو بقى عنده 14 هدف في دوري أبطال إفريقيا دخل بشكل كويس جدا في الفترة الحالية خاصة في بعض الأوقات ما بيه يعني بيصدفه سوق حظ أحمد القندوسي مبارح الهدف ده مهم جدا بيثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية ولعف في نص الملعب بيخش التمنتاشر وبيحرز هدف بدربة رأس يعني أنا شايف دي إيجابية مهمة جدا الهدف التالي تلميزة اللي فيه التعاون ما بين علي معلول وأحمد قندوسي وفي النهاية الهدف المميز ليه رعفة خليل دخل في الجن بسرعة وقدر يحرز هدف وخد مساحة كويسة ومركز كويس عشان يقدر يسدد على حارس سامارمة القطن الكاميروني فانبرح فيه مكاسب مهمة جدا ولكن المكاسب دي عشان تستمر عليها يكون فيه استمرارية فماتش المقولين وتسافر بريتوريا وانت صافي الزهن بشكل كويس جدا عشان تعمل نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا والله الأمور لو احنا ركزنا فيها نرجع ان شاء الله بنقاط إيجابية من بريتوريا واعتقد ان شاء الله إذا الأهل قدر يفوز في جنوب إفريقيا بإذن الله أكتر من تسعين في المية تقدر تتأهل إلى مرحلة الدور التالي نقطة إيجابية تانية قبل ما انتقل ليه ملف تاني الشيء الإيجابي إنك رايح جنوب إفريقيا وانت عارف مباراة الهلال والقطن الكاميروني اللي هتتلعب بهم التلاتة نسجتها ايه؟ يعني انت قبل ما تركب الطيارة يوم الأربع الساعة اتنين الضهر هتبقى عندك نتيجة الهلال والقطن لو الهلال اتعادل يعني هتبقى نتيجة كويسة جدا هتقلب حسابات المجموعة من تاني بعد ما كتبتصب في صالح الهلال ممكن الموضوع يصب في صالح النادي الأهل قبل السفر لجنوب إفريقيا لكن في النهاية قايا كانت النتيجة وانت رايح جنوب إفريقيا هتبقى عارف شكل المجموعة ووضع المجموعة قبل مباراة الجولة الرابعة طيب ده ملف الملف التاني كلنا عارفين بالأمس الاتحاد الافريقي أعلى من خلال لجنة الانضباط قرارات مباراة الهلال السوداني والأهل وطبعا مش هزيد يعني من الأخبار اللي تقالت من مبارح كلنا عارفين الدكتور خد إيقاف أربعة مباريات غرامة عشر تلف دولار الهلال السوداني خد غرامة عشرين ألف دولار وتم توجيه تحزير إلى نادي الهلال السوداني إذا تقررت أعداد زائدة في المباراتين القادمتين هيكون فيه غرامة خمسين ألف دولار طبعا المباراة اللي جاية مفيش قرار انضباطي بمنع الجمهور دي نقطة مهمة جدا برضو محتاجين نشرحها للناس افتقرت أن الكاف لما قال أن عدد الحاضرين في المباراة اللي جاية عشرة وعشرة لقيلة الناديين وعدد الحاميل القراط في الملعب مثلا خمستاشر يبقى كده المرش نتيجة الاشتراطات اللي وضحها الكاف واللي مش موجودة في ملعب الجوهرة الزرقاء عشان كده الهلال بيلعب بدون جمهور ولكن مش قرار انضباطي يفرق كتير جدا أو تفرق كتير جدا المفاهيم وانا بشرح هذه الجزئية فبالتالي ما طلعش قرار بمنع الجمهور لا هو الدكتور يتوقف أربع مطشط منهم مباراة يتوقف فيها ما كانش موجود فيه الكاميرو فبقى له تلات مباراة وغرامة عشر تلاف دولار وغرامة على النادي عشرين ألف وتتضاعف خمسين ألف إذا دخلت أعداد زائدة في المباراة اللي جاي بالمناسبة عشان بس تعرفوا إن القصة ما كانش يعني الناس حابت تدخل لأهل طرف وانا ملاحظتش إن حد حتى هتم وينشر خبر إن الكاف قال للهلال السوداني المباراتين القادمتين ليك على أرضك مع القطني والثلات ومع سانداونز يوم ١٨ مارس بدون جمهور بسبب إن الملعب لا تنطبق عليه معايير الأمن والسلامة ولا حتى إدارة الهلال طلعت تكلمت وقالت إزاي الكاف يعمل كده لهو الموضوع قد بيت شخصاً بس في اسم الأهل والله الغادة دلوقتي أنا مش قادر أفهم إيه الأسباب يعني إيه الأسباب أو إيه المشكلة اللي عندك مع النادي الأهل سواء النادي المنافس أو حتى الإعلام أو أي أن كان مين بس الفكرة في حد ذاتها مالكاف برضو قال مباراة الهلال والقطن بدون جمهور مباراة الهلال وسانداونز بدون جمهور وقالوا لهم كمان أكتر من كده إن الملعب لو فضل بنفس المعايير دي ما تغيرتش أو بنفس الاشتراطات دي ما تطبقتش وتقاهلته للدور التالي مرحلة النوك قوت مش هتلعبه على ملعبك هتروح تلعبه في حتة تانية لو عايزين تحضره جمهور وكمان حتى لو مش هتحضره جمهور الملعب غير مطابق للمواصفات في المراحل النهائية اللي هي مرحلة السمي فاينال والفاينال محدش بيتكلم محدش بيجيب سيرة لكن هي الفكرة لما الهلال هي لعب الأهلي النادي الهلال طلع قالك أصل الأهلي ومش الأهلي والموضوع بيد عن الأهلي والإعلامة ده لهم ساحة إن يطلع يقول كده طب انبارح تلقى قرار أو مش انبارح عشان أبقى دقيق جدا في المعلومة يوم تلاتة مارس صدر قرار من الكاف وبلغوا به الاتحاد السيداني والهلال إن مباراتك مع القطني يوم التانيات اللي جاي بدون جمهور مباراتك مع سانداونز يوم 18 مارس بدون جمهور هل بقى الأهلي طرف؟ لا الأهلي مش طرف ولكن للأسف البعض بيحاول يحط الأهلي طرف وهو ليس له علاقة بأي شيء علاوة على ذلك كل ما يحصلها بالأمس ضد الهلال بقريب الحال بقريب الأمني يبقى بالتالي لا الأهلي كان بيتجنى على الهلال ولا الأهلي كان بيحاول يسرد أحداث غير صحيحة حيثيات القضية يمكن أنا الملف استلمتم بارح فيه ست وراءات الحيثيات لوحدها بالأحداث اللي حصلت في الملعب أربع وراءات ونص فيها كم مخرقات حصلت في الملعب غير طبيعية لدرجة إن اللجنة الانضباط وهي بتسرد الحيثيات وبتقوله النصوص القانونية اللي طبقت عليها الليحة قالت هذه المواقف يعني تقررت كثيرا في ملعب نادي الهلال السوداني وعلى هذا الأساس تاريخ الحكم أدان طبيب نادي الهلال وبالتالي الواقع اللي شرحها الأهلي والموقف اللي تعرض له الشناوي بعد المباراة لم يكن وليده الصدفة ولا نرفزت ملعب لا ده حصل حاجة فعلا بدليل من الراجل خد أقصى عقوبة أربع مباريات أربع مباريات يعني كفي تعدي ولكن عشان التعدي ما عملش ضرر جسدي فالعقوبة كانت أربع مباريات لو فيه ضرر الجسدي كانت تبقى أكتر من كده لكن هو أدك أربع مباريات لأن انت كطبيب نزلت خلفت معايير الفير بلاي وتعديت على لعبي الفري المنافس نفس الأمر على نادي الهلال دخل جمهور بعدات زائدة مخالفة للليحة أو مخالفة لقرار منع الدخول الجماهير وبالتالي خد غرامة نفس الأمر في التدريبة الأساسية ليلة المباراة القائشة مريخ ومحاولة التعدي على اللاعبين مكتوبة في الحيسيات وبالتالي الأهل لم يتجنى إطلاقا على الهلال السوداني وده مكتوب بنص تقرير حكم المباراة وبنص تقرير المراقب الأمني أعتقد الأمور واضحة وكشفة في هذه المباراة ونتمنى بقى أن محدش يساعد على أن يدي فرصة لنادي منافس يختلق بعض الدوافع عشان يلصق الأهل بيها والأهل أساسا ليس له علاقة لا بقرارات الكاف ولا بالأحداث اللي تمت في هذه المباراة لسه عندي تفاصيل أكتر عن جاهزية اللعيبة موضوع لجنة الحكام بوجود الخبير البرتغالي ولكن كل ده بعد الفصل جاهزين بقى للمفاجآت إيه هي المفاجآت إيه فجأة كده أول مبارح بالصدفة والله عرفت وسمعت أن الخبير البرتغالي فيتور بيريرا موجود في مصر بدون أي إعلان رسمي من الاتحاد وبدون أي إعلان رسمي من لجنة الحكام ومش عارف إيه الأسباب إن الرجل يكون موجود في مصر وميتمش الإعلان عن إنه موجود أو إيه خطة العمل خلال الفترة اللي جاية أو ماذا يدور حتى في الكاوليس بفكرة إن الرجل جاي هلعب الأول فيه تعرف على طريقة العمل الاجتماع بلجنة الحكام يشوف الاتحاد يقعد مع أعضاء اتحاد الكورة يبدأ يشوف الخطة خلال الفترة الجاية اتفقوا يبدأ يشتغل ما اتفقوش ما فيش مشكلة الموضوع مش محتاج يكون فيه سرية يعني ولكن زي ما أنتوا عارفين ما فيش حاجة تستخبع الرجل جاي قعد اجتمع كان موجود مع المدير التنفيذي وكمان اجتمع بلجنة الحكام وعشان أديكوا سر من ضمن الأسرار واللي البعض حاول يعني فيها كان فيه اجتمع فني لعدد من الحكام منتصف الأسبوع الماضي وفي الاجتماع ده كابتن محمد فاروق والكابتن توفيه السيد ما يكملوش الاجتماع راحوا اجتمعوا مع الراجل الخبير البرتغالي بيريرا وبعد كده جم فيه نهاية الاجتماع في التوقيت ده كانوا قاعدين معاه بيشوفوا ايه اللي ممكن يتقدم الفترة اللي جاية بيشتغلوا ازاي الراجل عايز يعرف كمان استراتيجية إدارة اللجنة وايه اللي دار في اللجنة خلال الفترة الأخيرة وكمان بيسمع أفقارهم عشان يبدأ يشوف هيشتغل مع مين ده حقه أكيد يعني قصة مش قصة هيجا ياخد 18 ألف دولار والموضوع انتهى على كده لا لازم يعرفوا هيشتغل مع مين المعلومات اللي وصلت لي في التوقيت ده إن الراجل يمكن معترض على بعض النقاط وعايز ممكن يعمل إضافات في اللجنة عايز يشتغل مع ناس ممكن تكون مرأبين اشتغلوا في الكاف أو في الفيفا محتاج رؤية أوسعة شوية عشان يبدأ يشتغل الفترة جافة ظل إن الاتحاد اتفق معاه على إن يكون التعاقد لمدة سنة ونص فبالتالي هو مش جاي لغاية نهاية الموسم وبعكده هيشوفه هيكمل ولا مش هيكمل لا ده الراجل هيقعد سنة ونص المفروض الإعلان الرسمي لتعيين فيتور بيريرا الخبير البرتغالي أو الحكم الدولي البرتغالي السابق المفروض هيبدأ أو هيتم بكرة من خلال مجلس اتحاد الكور ولكن أنا عندي جزئيتين أهم من كل اللي فات وهما كالآتي أولا الجوب اسكريبشن لكل واحد في اللجنة هيبقى إيه يعني مين هيبقى مسؤول عن التعينات مين هيكون نائب رئيس اللجنة هل في إضافات هتم الفترة اللي جاية الراجل بيفقر إزاي هل محتاج بعض النقاط الفترة جاية عشان تتنفز لا لا لأ لذي من ضمن الحاجات اللي الراجل اهتم بيها وركز عليها وإحنا كلنا عارفين إنه مصر بتطبق تقنية الحكم الفيديو المساعد فالراجل أكيد من أهم أولوياته الفترة اللي جاية التقنية اللي بتطبق في مصر هل هي التقنية الحديثة؟ هل الفيرجن أو التقنية قبل اللي تتطبق في كسر عالم في روسيا يعني مثلا أو اللي تتطبقت في القطر يعني أكيد الراجل عايز يعرف يعني ما هي التقنية اللي تتطبق في مصر هل الفيرجن الأول اللي كان موجود أول ما التقنية نزلت ولا حصل تحديث عليها دي نقاط مهمة جدا أكيد تتكلم فيها لأن كلاتنبرج كانت من ضمن المشاكل اللي واجهها وطلب تحديث فيها كانت تقنية الحكم الفيرجيو المساعد يبقى دي جزئية كل واحد في اللجنة دوره إيه؟ دي نقطة مهمة جدا النقطة الثانية مهمة جدا كمان الراجل وهو شغال مين هيبقى معاه في اللجنة؟ يعني هل محتاج عناصر جديدة ولا لأ؟ أنا على المستوى الشخصي كراجل متابع ملف التحكيم لازم يكون فيه إضافات في ملف التحكيم خلال الفترة جاية لازم يكون فيه إضافات لأن العدد الموجود عدد غير كافي مش هتكلم عن أشخاص كل الاحترام والتأدير ليهم بس أنا شايف اللجنة محتاجة ناس جديدة محتاجة على أقل وجه جديد ما اشتغلش مع ماركك لتنبرج وأكيد المعنى في بطن الشاعر الناس فهمة التفاصيل اللي عايزة أقولها ما بين السطور النقطة التالتة والأخيرة وهي الأهم في مسألة التعاقد مع فيتور بيريرا وهي تتعلق ب الفترة اللي جاية لما الراجل يشتغل هل هيبقى هو رئيس اللجنة بالمسمى رئيس اللجنة عن أخيره في التعينات ولا هيكون مسؤول عن التطوير فقط لأنه ما إلى علمي يعني اسمعوها مني وبعد كده شوفوا هتحصل ولا مش هتحصل إن الراجل ممكن هيكون مسؤول عن التطوير بس ملوش علاقة بالتعينات هل الكلام ده صح ولا غلط ولو صح هل هيبقى مسؤول عن التطوير ويتحط بس بوزيشن كده إنه رئيس اللجنة فقط ولا لأ وهو لما يتحط رئيس لجنة يبقى ليه دور في التعينات ملوش دور في التعينات يبقى أنت أقول لي من دلوقتي هم دور التطوير عشان نبقى عارفين ونبقى شغالين مع بعض على ماء بيضة زي ما بيقولوا كده إيه في اللغة الدرجة في الكورة بشكل عام يعني فبالتالي الرجل مسؤول عن التطوير ولا رئيس لجنة بجد ولو مسؤول عن التطوير هل هيشتغل بنفس الجوبسكريبشن اللي شغال به كيم لي شونج في الجزائر مع جمال حيمودي أنا عديكم سأله يعني في الجزائر جمال حيمودي الحكم الدور الجزائري الشهير هو رئيس لجنة الحكام في الجزائر وجايب معاه كيم لي شونج طبعا الحكم الدول الموريشيوس الشهير اللي كان موجود في الاتحاد الافريقي مسؤول معاه عن التطوير بس وهو مسؤول عن التطوير ليه دور كبير جدا في مسألة التعينات وكمان في التقييم الإيجابي والسلب للحكام مع جمال حايمودي محتاجين نعرف التفاصيل دي لما الاتحاد يقلن بقرة فيتور بيريرا رئيس لجنة حكام هل رئيس لجنة ولا مدير التطوير وهل اللجنة اللي معاه هي اللي هتستمر زي ما هي ولا لأ ونصحت للاتحاد اللجنة محتاجة شخص جديد لم يعمل مع مارك كلاتنبرج اللجنة محتاجة وجه جديد خلال الفترة اللي جاية مش هحكي تفاصيل تانية هسيبها بعد الاتحاد ما يعلن عن تعيين الخبير البرتغالي لسه عندي مفاجآت في الملف ده وزي ما قلت لكم من البداية ملف التحكيم مركزين فيه جدا ومش هنسيف فيه هفوة زي ما حصل السنتين اللي فاته لان الملف ده أصبح من أهم الملفات وانت بتشتغل وبتعمل صفقات وتعاقدات وبتستعد للمسلم لازم تركز على الجانب الآخر وتشوف الناس بتشتغل ازاي لان للأسف انت بتصرف وبتستعد وبتيجي ناس تانية بتضيع مجهوتك بتعينات بمجملات بحاجات كتير حصلت فيه السنتين اللي فاته طيب نروح بقى لتدريب النادي الأهلي النهاردة كان التدريب الصباحي وعلى طول كولر مداش راحة ولا أجازة وكان عامل تدريب استشفائي لكل اللعيبة اللي شاركت فيه مباراة القطن الكاميروني بالأمس النقطة الإجابية اللي عايز أقولها فيه بشرة صرة لكل جماهير النادي الأهلي بعد الغيابات العديدة اللي كانت موجودة في مباراة القطن لدرجة حتى ان مرسي الكولر اضطروا ان يكمل القايمة بعدد من اللعيبة عشان يبقى فيه تسع على دكة البودلاء ولكن البشرة الصرة اللي موجودة فيه تمرين النهاردة وقدم كم يمكن جزءهم من التدريب الصباحي محمد شريف الحمد لله دخت رحمد أبو عبلي قال انه جاهز للمشاركة في مباراة المقاولين العرب ولكن تبقى طبعا الرؤية الفنية لمارسي الكولر ولكن محمد شريف جاهز لخوض مباراة المقاولين والإصابة أو الكدمة اللي تعرض لها بالأمس كانت كدمة قوية في الحوض مش هتعوقوا عن المشاركة في الفترة اللي جاية قدامنا عمر السلية وحسين الشحات وكلام كتير جدا هل حسين ممكن يلحق مطش سانداونز ولا لأ هل عمر السلية ممكن يلحق المطش اللي جاي ولا لأ حسين الشحات لسه شوية مش هنقدر نأكد أو ننفي يعني ننفي مسألة ان حسين يلحق ولا ما يلحقش يعني متولي وحسين متولي بنسبة كبيرة خارج حسابات مطش الأهلي وسانداونز ورحلة الكاميرون كمان ولكن حسين هننتظر خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاي بالنسبة لعمر السلية بإذن الله ان شاء الله هيكون جاهز خلال الفترة اللي جاية مش هيبقى طبعا موجود في مطش الماولين ولكن بعد مباراة الماولين هيكون مع الفريق اللي مسافر بإذن الله إلى الرحلة اللي هتكون مدتها حوالي عشر حداشر يوم مباراة في سانداونز وصم مباراة مع القطن الكاميروني طيب ده بالنسبة للسلية وبالنسبة لحسين الشحات وبالنسبة ليه محمود متولي كهربا الحمد لله جاهز للدخول في المباريات الرسمية خلال الفترة اللي جاية ونفس الامر بالنسبة لأحمد عبدالقادر وبالتالي احنا بنتكلم بخصوص السلية عبدالقادر كهربا تلاتة يقتربوا بنسبة كبيرة ان شاء الله للتواجد مع الفريق خلال المباريات القادمة موقف السلية يتحدد بعد مباراة الماولين حسين الشحات ايضا هنستنى عليه حوالي 48 ساعة لكن محمود متولي وخالد عبدالفتاح بنسبة كبيرة ممكن يكونوا مش متاحين خلال الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم النهاردة كان التدريب مهم جدا كانت تدريب استشفائي ليه جاهزية مباراة الماولين قهربا الحمد لله ان كان عنده ألام كده في العدلة الضمبع لكن انتهت من تنفيذ البرنامج التاهيلي وان شاء الله هيكون جاهز خلال الفترة اللي جاية ده جانب جزء هو قدامكم من التدريب وان شاء الله بإذن الله يكون الاهل جاهز لمواجهة الماولين فكرة بقى راحة الاساسيين والدفع بالناشئين برح السوشيال ميديا كان فيها كلام كتيب قوي بخصوص الموضوع ده ولكن عندي ثقة كبيرة جدا في مسألة الدفع بيعناصر أخرى جاهزة في هذه المباراة ولكن مباراة الماولين على فكرة صعبة جدا الماولين السنة دي عامل نتائج مزهلة بصراحة كابت إن شاءه جريب عامل نتائج كويسة جدا والماتشة هيبقى صعب والمكسب مهم لأن انت رايح سانداونز وعندك دوافع ولازم تبقى زهنيا حاضر ومش محتاج ضغوط فكل الأمور دي كان الله أفعون الجهاز الفني مع ضغط المباريات المعدلة أعتقد صعبة جدا ولكن عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفي الجهاز هيتخطو هذه المرحلة وان شاء الله الجهازية لمباراة الماولين العرب نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل بقى فقرات برنامج على تريند أهلا بحضراتكم من جديد تريند الأهلي وفيه كلام مهم جدا لأن السوشيال ميديا من مباريح بتتكلم على موضوعات مهمة بخصوص المرحلة ما بعد لقاء القطن الكاميروني والاستعداد الماولين ومواجهة سانداونز خلال الفترة اللي جاية نبدأ من الحساب الرسمي للنادي الأهلي لعبنا محمد شريف يسجل هدف الـ 14 في إفريقيا ليصبح هدف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الإفريقية يلا يا أهلي إفريقيا يا أهلي خدوا بالكو محمد شريف حاليا نamo هدف الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية ورجاء مني لجماهير النادي الأهلي لما يبقى المكسب كويس واللعيبة ظهرة بشكل كويس ما تعليش التون قوي ولو لا تقدر الله فيه خسارة أو تعادل والأداء لم يكن على المستوى برضو ما تعليش التون قوي الأمور كلها بتمشي بتوازن الأهلي لا بيفرح بمكسب ولا بثلاث نقاط الأهلي يفرح يا بطولة يا ميدالية والتاقيم بيبقى في نهاية الموسيب محمد شريف بالمناسبة في 3-4 سنين مع الأهلي قدر يحرز 14 هدف ومرشح أن يجيب أهداف زيادة خلال الفترة اللي جاية نفس الأمر ينطبق على علي معلول في بعض الأوقات بلاقي أن حجم الانتقادات لمعلول كبيرة جدا مبارح لقيت لك الكلام على علي معلول متغير تماما معلول يا جماعة هو معلول اللي موجود من 3-4 سنين أو من حوالي 2016 معلول أثبت كفاءة في مواقف كتيرة ولكن الناس يبتزعل قوي يبتفرح قوي سيبوا الناس تشتغل وانتقادكوا حتى لو موضوعي أو إيجابي بيوصل على فكرة واللعاب بتقرأ كل حاجة على السوشيال ميديا ولكن مهم جدا ما نحطمش في مسألة معنويات أي لعب بيلعب في نادي الأهلي إن انت في أي وقت ممكن تحتاج أي لعب حتى نهاية الموسيب طيب نروح ليه حسابة في الجول بعد الفوز أمام القطن الكاميروني بثلاثية أمس الأهلي يواصل كتابة التاريخ في القرى السمراء المارد الأحمر كتب المشاركة الربعمية له في جميع البطولات الإفريقية تتخيل كده وانت بتبص على مباراة مبارع الأهلي منذ أن بدأ المشاركة في البطولات الإفريقية بنتكلم يعني أعتقد منذ حوالي 40 أو 50 سنة دي المباراة رقم ربعمية للنادي الأهلي في جميع المسابقات الإفريقية طبعا لو بسيت على الفوز والتعادل والخسارة وعند الأهداف المحرزة هتلاقي أرقام قياسية بالنسبة للأهلي فالأهلي في حتة بعيدة تماما في مسألة المشاركات القرية حساب سبورت 368 مصرية بتكلموا على العلي معلول صنع هدفين الأكثر صناعة للفرص أربع فرص الأكثر منحا للعرضيات الناجحة ثلاث عرضيات التونسي مثال حي أن العمر مجرد رقم علوله من اللعبة اللي سطرت تاريخ كبير جدا في النادي الأهلي منذ أن انضم رسميا في 2016 سبع سنوات ولسه المشوار مستمر مع القلعة الحمراء حساب يلا كورا بيقولوا متولي والشحات خارج الحسابات يلا كورا يكشف موقف مصابي الأهلي من مبارتي سانداونز والقط أنا قلت في مسألة محمود متولي بنسبة كبيرة هيبقى صعبة لأن إصابة السمانة بتاخد وقت طويل وزا ما انتوا شفتوا حتى في التدريب اللي كان موجود معاكم على الشاشة معنا أن حسين يبدأ مرحلة الجاري التأهيل يبقى الألام خفت وابتدأ التأهيل عشان يجهز وينزل ليه التدريبات فبالتالي أعتقد حسين موقفها يتحدد خلال الـ 48 ساعة اللي جاية نفس الأمر بالنسبة لعمر السلية ولكن محمود متولي خارج الحسابات تماما خالد عبدالفتاح أحمد عبدالقادر عمر السلية هنشوف خلال الساعات اللي جاية ولكن عبدالقادر والسلية بنسبة كبيرة إن شاء الله هيكونوا جاهزين على مباراة سانداونز طيب نروح الحسابة في الجول مصدر مقرب من قندوسي يكشف لفي الجول سر احتفاله ضد القطن كلنا مباراة شوفنا يمكن أحمد ده قندوس هو بيحتفل بالهدف شاور كده بإصباعه على فمه وعمل كده فالناس افتقرت إنه هو بيشاور لحد إيه يعني فيما معناها يعني إيه أسكت كل الألسلة اللي بتنتقدني طبعا القندوسي لسه بيبدأ مشواره مع الآن ولكن الحركة دي معناها إيه عشان الناس تبقى فاهمة إيه اللي حصل بالزبط اللاعب كان بيقبل الأصبع بعد الهدف ولم يكن يشير بالصمت تجاه أي فرد أو تجاه أي شخص الاحتفال ده إهداء لروح بلال بن حمودة ده صديقه في الجزائر توفى منذ فترة قريبة في حادث سير العام الماضي ودي كانت طريقة احتفال بلال بن حمودة في المباريات دايما بيحتفل إنه بيحرز صباعه وهو بيحرز أي هدف فكتب أحمد قندوسي لعائلة صديقه بلال إنه هو بيقولهم إنه هو بيفتكره وفي أول هدف ليه مع الأهلي بيحيي زكرة زميله اللي توفى في حادث سير فبالتأكيد دي كانت نقطة مهمة جدا بصراحة يعني بشكر الزملاء في الجول إنه هم تواصلوا وقدروا يعرفوا سر الاحتفال بهذا الشكل إنه بلال كانت فيه كلام كتير جدا هو القندوسي بيحتفل بالشكل ده ده لسه بيبدأ مع النادي الأهلي فكويس قوي إنه هم شرحوا هذه الجزئية طيب حساب بطلاط يعني عضو جديد انضم للجهاز الفني أحمد أبو الوفا معد نفسي جديد ينضم للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة تمارس الكولر التجربة مش جديدة حصلت قبل كده في عهد مانويل جزيه وكان موجود ساعتها طبيب نفسي اسمه دكتور محمد فكري اشتغل فترة طويلة وكان ليه دور مهم جدا مع اللعيبة الجيل العظيم اللي كان موجود في الفترات السابقة كولر طلب نفس الاختصاص أو نفس التخصص يكون موجود في الجهاز الفني خلال الفترة يا لذلك هيكون موجود مع الجهاز الفني معد نفسي اسمه دكتور أحمد أبو الوفا نتمنى التوفيق يا رب لدكتور أحمد والجانب النفس والزهني مهم جدا مع الجوانب الفنية والبدنية آخر حاجة في ترند الأهلي الوطن سبورت ريكلامه على أن ست تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولين العرب في الدوري طيب طبعا في اتجاه لراحة محمد هاني معلول عبد المنعم حمد فتحي أليو ديانج محمد شريف طب أنت لما تراح المجموعة دي ممكن ممكن يشارك مكانهم من أحمد نبيل كوكا محمد أشرف ممكن رامي ربيع يدخل مكان محمد عبد المنعم هنشوف في البداية أفشة مع القندوسي ومروان عطية وممكن يبدأ بشاد حسين مكان قهربة ومكان محمد شريف عموما كولر عنده تشكيلة واثنين وثلاثة هنشوف في مباراة المقاولين هيستعد إزاي ولكن المباراة دي صعبة ومحتاجة استعداد مختلف عن الاستعداد لمباراة الداخلية والنقاط مهمة توسيع فرق النقاط في الدوري مبكرا مهم جدا ولكن هي معضلة صعبة ما بين مباراة الدوري ومباراة سانداونز اللي هتكون بعدها باثنين وسبعين ساعة وللأسف المباراة مش مؤجلة ولو سألت ما أجلتش ليه هيقولك ايه خدوها مني كده يعني ايه جملة رسمية هيقولك ما أنا مأجل لك مباراة ما بين سانداونز والأوتنر كاميروني عندك مطشين بره مصر فأنا في وسط الأسبوع مش حدط لك مباراة في الدور ومأجل لك مباراة الدوري عشان كده ما كانش ينفع أجل لك مطش المقاولين دي الإجابة اللي هتظهر خلال الساعات اللي جاية من مسؤولي الرابطة نخرج لفصل وبعد الفصل نستمر في باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند نروح للتريند المحلي والحدث الأبرز النهاردة وفي الساعات الجارية بخصوص اتحاد القرى الجزء اللي اتكلمت عليه في بداية الحلقة في الانترو متعلق به فيتور بيريرا الرئيس لجنة الحكام المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات الجاية ملعب القرى 24 الاتفاق تم اتحاد القرى ينتظر وصور بيريرا خلال ساعات لتولي رئاسة لجنة الحكام الخبر المصرب من اتحاد القرى أن الراجل هيوصل خلال ساعات والخبر المؤكد بالنسبالي أن الراجل موجود في مصر وقعد وعمل جلسات وشاف خطة العمل خلال الفترة اللي جاية وغدا المفروض الإعلان الرسمي عن تعينه أنا كل اللي يهمني زي ما اتكلمت في جزئية تعين فيتور بيريرا تلات حاجات مين الناس اللي هتساعده وتشتغل معاه محتاجين وجه جديد في اللجنة مهم جدا مش نفس المجموعة اللي كانت موجودة حتى لو نفس المجموعة بس محتاجين إضافات على اللجنة خلال الفترة اللي جاية تاني حاجة هل الراجل هيكون رئيس لجنة ولا مدير التطوير لأنه فيه فرق كبير جدا في المسمى الوظيفي ده والمسمى الوظيفي التاني رئيس لجنة يعني إيده في المطبخ إيده في التعينات لكن لو هيشتغل مدير التطوير يبقى مهم جدا يكون فيه صراحة ويعرفونه هو مدير التطوير يبقى ملوش رقب التعينات لو هيشتغل في التطوير وإيده في التعينات يبقى كويس جدا لكن تطوير بس ويعمل محاضرات بس ومنش رقب التعينات المسابقة لا يبقى احنا كده ايه ما عملناش اي اضافة خلال الفترة اللي جاية لانه مهم جدا اهم نقطة في التعيينات هي العدالة والعدالة مش هتحصل الا ما يكون موجود خبير برتغالي دي نقطة تانية نقطة تالتة تقنية الحكم الفيديو المساعد الراجل عشان ينجح لازم تطور له التقنية ولازم يكون فيه شغل مختلف على التقنية خلال الفترة اللي جاية لكن هنستنى مش هنستعجل ونشوف ايه اللي هيعلنه اتحاد القرى خلال الساعات اللي جاية بخصوص هذا الملف اللي اعتقد بعض اعضاء اتحاد القرى مهتمين به وفيه بعض الاعضاء اعتقد يعني مختلفين عليه شوية وهل ده ممكن يكون سبب في عدم الاعلان هنستنى برضه ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية ومش هزبقى الاحداث لغاية لما نشوف الاتحاد هيقول ايه خلال الساعات اللي جاية ترند العالمي والبداية مع محمد صلاح من خلال صفحة يلا كورة ماذا ينتظر الملك صلاح امام منشستر يونيتد النهاردة مباراة على فكرة قوية جدا لا ليفربول بيحب يخسر من المان يونيتد ولا المان يونيتد بيحب يخسر من ليفربول بص انا ممكن اخسر الدوري بس ما اخسرش من منشستر يونيتد ونفس الامر على المان يونيتد ما اخسرش من ليفربول النهاردة صلاح على اعتاب رقم جديد اذا هز محمد صلاح شباك منشستر سيكون اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد الشاياتين الحمر للمرة الخامسة على التوالي في الدوري الانجليزي صلاح عمل أرقام قياسية من الصعبة لأي لعب مصري ممكن يحققها خلال خمسين سنة اللي جاية بصراحة اليوم السابع وبيقوله محمد صلاح على بعد هدفين من صدارة هداف ليفربول في الدور الإنجليزي ده بقى إيه عبر التاريخ مش الموسم ده بس ترتيب هداف ليفربول في الدور الإنجليزي عبر التاريخ روبي فاولر مية تمانية وعشرين هدف محمد صلاح مية ستة وعشرين هدف يعني النهاردة لو أحرز هاتريك مثلاً هيبقى الهدف التاريخي لليفربول في الدور الإنجليزي شوفوا العنوان ده مدى أهميته وتأثيره حتى على سمعة اللاعب المصري المحترف بعد صلاح مين بقى ستيفان جيرارد كابتل ليفربول مية وعشرين هدف بعد كده مين رأس حربة منتخب إنجلترا في بداية الألفية ولاعب ليفربول مايكل أوين مية وطمنتاشر وبعد كده سادي وماني المنطق لباير نيميونيخ تسعين هدف بتتوفيها صلاحه النهاردة إن شاء الله يبقى هاتريك عشان تتخطى روبي فولا طيب حساب إي بي إيل وورليد وألقى الضوء على نيو كاسل نيو كاسل قبل كاسل عالم في قطر كان من الطوب فور من أعلى أربع أندية في الترتيب في الدول الإنجليزي بعد كاسل عالم نتائج تانية خمس تعالوا نشوف النتائج نيو كاسل قبل كاسل عالم لعب خمستاشر مباراة فاس في تمانية تعادل في ستة خسر مباراة واحدة يعني احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي تلاتة وخمسين نقطة أو لا أصد تلاتة في تمانية اربعة وعشرين تلاتين نقطة تلاتين نقطة في أول خمستاشر مباراة طيب نيو كاسل بعد كاسل عالم لعب تسع مباريات فاس في مبارتين بس تعادل في خمسة خسر مبارتين يعني بعد كاسل عالم نقدر نقول جاب حداشر نقطة فطبعا تراجع فيه ترتيب الطفور في الدوري الإنجليزي طيب نروح لحساب كورا بلس وفيه تصريح لتوني كروس منتقدا كاميس ريال مدريد قال مناسب للخروج وليس لكورة القدم ماشي يا عم حتى لو للخروج ما دي حاجة كبيرة أو يعني حاجة تسعد أي واحد بيشجع الرجل قال قاميس ريال مدريد مناسب للخروج وليس للعب الكورة لأنه غير مناسب إطلاقا اللي هي المستخدام للأميس ليست جيدة ولا نشعر بالراحة أثناء ارتدائه ها يعني كل شوية بيعدلها وكل شوية ما زل إيه بيورش فده تصريح لتوني كروس بخصوص التيشيرت الخاص بنادي ريال مدريد طيب نروح للمشاركات والسؤالية راحناه في بداية الحلقة رأي حضراتكم في أداء الأهلي أمام القطن الكاميروني بالأمس الأهلي فاس تلاتة سفر خد تلات نقاط أربع نقط في المركز التالت وبينافس على إحدى بطاقتي التأهل في هذه المجموعة أستاذ أشرف يوسف بيقول أداء متميز وخاصة بالنظر إلى ظروف الإصابات والغيابات وضغط المباريات يبقى فيه التفاعل أن الأداء كان مميز في مباراة مبارح أستاذ محمد بيقول أداء مميز نتمنى الاستمرار دي نقطة مهمة جداً الاستمرارية يا جماعة ده اللي بيميز الأهلي عن أي فريق تاني أستاذ محمد بيقول كنت أتمنى السرعة في الجانب الهجومي وزيادة عدد الأهداف يعني تلاتة سفر كويسة مش هنقول نتيجة سيئة يعني ده نتيجة جيدة جداً أستاذ محمد الباشي بيقول البشري جيد جداً ولكنه ليس مقياس للقادم وخصوصاً مباراة السن وأجمل ما فيه ظهور نجوم مثل قندوسي طبعاً فيه فرق في المستوى ما بين سانداونز والقطن ولكن فيه مباراة بتبقى ممكن سهلة ولا قدر الله بتتعصر فيها فالمهم الجدية في مباراة مبارح دي اللي ظهرت على أداء الفريق أستاذ عبد الرحمن بيقول أداء مميز إلى حد ما عشان الخصم ضعيف أهم مباراة للأهلي في هذا السيزون هي مباراة سانداونز إن شاء الله عندنا قدرة على مكسب القطن الكاميروني والهلال السوداني بس نتجاوز مباراة سانداونز الناس واخدى بالها جداً من ترتيب والمرحلة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي في الختام وصلنا بالتأكيد لختام الحلقة بسرعة لكن بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغداً حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء